اي شرط يعني في المطلق ولا شرط واحد ما قالش لا اعمل لي كذا وتعمل لي كذا وتعمل لي كذا عايزك تدمر الناس وتفقر الناس وتاخد الحماية الاجتماعية من الناس طب انا هزيدك من الشعر يا بيت هو السندوق طالب العكس اه طالب العكس السندوق طالب مد شو بقى مد شبكة الحماية الاجتماعية اكتر من اللي هي عليه السندوق طالب انه عدد الاسر المشمول في تكافل وكرمة على سبيل المثال يعني مش هقولك طالب مشورة السندوق لانه السندوق يا سادة يا كرام بيقدم المشورة بيقولك فين بردمجك الاقتصادي في بردمجك الاقتصادي بتقوله اهو انا هعمل كذا في الحماية الاجتماعية هعمل كذا في التأمين الصحي الشامل هعمل كذا مش عارف في الصناعة هعمل كذا في التجارة هعمل كذا في الزراع إلخي 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 في كافة مناحي الحياة داخل الجمهورية مصر العربية فيما يتعلق باقتصادها فالسندوق قال لك إيه طيب يا جماعة إحنا بنقول لكم بعد إذنكم حاولوا تخلوا شبكة الحماية الاجتماعية بتاعتكم تكافل وكرامة تحديدا تغطي خمسة مليون أسرة إضافية الله أمال إزاي العائلة بتاعت الإخوان طلعت قالت ده ما السندوق هيلغي الحماية الاجتماعية السندوق لا يلغي ولا يفرد خالص السندوق يقدم المشهورة هو مشهورته لا زود لي شبكة الحماية الاجتماعية بالمناسبة ده معناه أنه البرمج الاقتصادي المصري المقدم للسندوق بيشمل مضلة حماية الاجتماعية واسعة السندوق ارتأى أنه زودوا هالي الخمسة مليون أسرة إضافية ده مثلا عمموا هنا مشهورة السندوق مرة تانية يشير علينا بإيه؟ يقولك طيب يا جماعة احنا عايزين تعميم لنظام التأمين الصحي الشامل وتقديم الدعم الطارق لكل ما لديهم بطاقات تموينية خلي بيلك احنا كنا بدأنا ده بالفعل عملنا دعم طارق للبطاقات التموينية طيب أنت عارف أنه تحديدا في السلعة التموينية دي تحديدا يعني مصر زودت الدعم على السلعة التموينية كم في المية؟ مية وسبعة تشر في المية طيب في نفس المظلة الحماية اللي أنا بقولك عليها يعني تعالي ناخد هكده ملف المظلة الحماية نحن شهرين علينا يعني مثلا حماية القوة الشرائية لمحدود الدخل وأصحاب المعاشات يعني إيه حماية القوة الشرائية؟ يعني الحكومة تشتغل هي والبنك المركزي بمنتهى الصرامة والحزم على إيه؟ استقرار الأسعار خفض معدلات التضخم السيطرة على جشع بعض التجار كل ده طيب الصندوق بيقولك إيه؟ بيقولك يا جماعة إحنا هنشتغل مع بعض على إيه؟ ما يقولك إيه؟ لا ده الصندوق ده أصله عاوز يديننا لحد ما نغرق في الديون وهو تاني ده كلام الإخوان لأ ارجع على طول على كلام الصندوق الصندوق نفسه بيقول إيه؟ بالمناسبة هذه الأمور كلها منشورة يعني ما فيش حاجة مستخبية ما بجيب لكش الدين من ديله بصراحة كل ده موجود الصندوق نفسه بيقول إحنا عاوزين البرنامج الإصلاحي الحالي يستمر مع تحقيق فائض أولي سنوي في الموازنة في حد من الآخر كده بالبلدي عاوز يخرب بيتك يقولك حقق فوائض طب إزاي؟ إلا لو هو بيشتغل معاك يبقى مش عاوز يخرب بيتك ولا حاجة بالعكس وعاوز اقتصادك يستمر في نموه وزي ما كنت بيقولك في أول حلقة هو اشتغل معاك سنة 16 واشتغل معاك سنة 20 وعملنا مع بعض الحقيقة نتائج أكتر من رأعة في خفض معدلات البطاعة وخفض معدلات التضخم وزيادة معدلات النمو إلى آخره طيب الصندوق بيقولك إيه؟ نوع مصادر التمويل حسن الكفاءة بتاعت الإيراد بتاعك حسن كفاءة الإنفاق في الموازنة العامة كفاءة الإنفاق خد بالك أصله لو أنا بعمل عملية إنفاق على الكلام الفارغ يبقى إنفاق غير كفاءة لكن لو أنا بعمل إنفاق لأجل الإنتاج يبقى إنفاق كفاءة طيب طب تعالى نشتغل على إيه بقى؟ أنا عايزك تزود إنفاقك في حتة دي نصحتي ليك أنا الصندوق يا مصر لو سمحته زوده إنفاقه الخاص بالتنمية البشرية أنا عاوز كل الأدوات والإمكانات بتاعت المواطن المصري تزيد فاشتغلوا أكتر على كده ووسعوا لي التمويل بتاع مظلة الحماية زي ما كنا بنقول طيب تعالى كده هاخد لك على الماشي من 16 ل19 إحنا عملنا برنامج سنة 16 وعملنا برنامج سنة 20 بص كده من 19 ل16 معدل أو متوسط المعدل بتاع النمو الحقيقي خد بالك بقى للنتج المحلي قبل الصندوق أو قبل تعاوننا مع الصندوق وبعد تعاوننا مع الصندوق قبل الصندوق يعني سنة 15 حلو؟ وهقولك بقى المؤسسات كلها قالت إيه نصا؟ مش مؤسساتنا وإن كان أنا جا أقول لك لو لقيت الكلام ده بتاع المؤسسات الدولية متفق بالحرف وبالمضامين وبمنتهى الدقة مع شهادة مؤسساتنا المحلية يبقى كفانة عقدة خواجه صدق مؤسستك المحلية إنه بالمناسبة هو ما فيش حاجة اسمها أرقام مضروبة برضو الكلام اللي يقعد يقوله لك العالم دعات الإخوان دعيال تفهم متخلفين عقليا ده بجد جزء منهم أنهم متخلفين عقليا والجزء التاني أنه هو مهمته أنه يسود عليك العيشة متخلف لأنه مش فيهم هو بيقول إيه تافه وجاهل ومتخلف كلهم دون ناس تسنقوا يا حد كلهم حينه طيب غير كده هو عاوز يسود عليك العيشة فهقولك المؤسسات قالتين بس بص بقى هنا سنة خمستاشر سنة خمستاشر كان معدل النمو للنتج المحلي نسبة ما أو ايه تلاتة وتسعة من عشر سنة خمستاشر طيب بعدها بدأنا بقى مع السندوق يعني دي العام المالي خمستاشر ستاشر تعال أخذك على عام المالي تسعتاشر عشرين إيه اللي حصل أربعة وتمانية من عشر طيب خلص البرنامج الأول مع السندوق أو أول تعاون وصلنا إلى العام المالي وصلنا إلى العام المالي عشرين اتنين وعشرين عشرين تلاتة وعشرين اللي احنا عايشين فيه ده اللي هو فضل منه تقريبا حوالي ست شهور وشوية ست شهور ونص وصلنا لخمسة في المية معدل نموه في الناتج القومي أو الناتج المحلي الإجمالي طيب تعال نشوف معدل التضخم في الفترة بتاعت من 2013 ل2015 معدل التضخم في مصر كان عشرة وثلاتة من عشرة على إجمالي الجمهورية ريف وحضر إلخ إلخ سينة وسيوة كل عموم الجمهورية بحس بالمتوسط العام بتاع التضخم كان عندي من 2013 ل2015 كان في المية عشرة وثلاتة من عشرة بص بقى جينا بعد كده معدل التضخم زاد حبتين في 2017 2019 فاكرين احنا كنا في نوفمبر 2016 عملنا إيه بالضبط كده حصل تحرير سعر الصرف فالدولار نطرة بص طلع السماء وقتها طلع السماء حتى قارب الدولار العشرين جنيه بس ما لمسهاش طلع لحوالي 19 حاجة وعشرين قرش وبعدين بدأ الدولار ينزل شيئا فشيئا ما لمسش العشرين وقتها فضل ينزل شيئا فشيئا وصلنا الكام لخمستاشر ونص يعني نزل تقريبا أربعة جنيه ليه إيه اللي هينزله يعني أكيد برنامج اقتصادي ناجح شوف بقى هنا معدل التضخم اللي كان وصل لسبعتاشر وتمانية من عشرة وصل اللي كان في عشرين عشرين لعشرين اتنين وعشرين مرورا بالكورونا وصولا للحرب الروسية الأوكرانية تمانية واربعة من عشرة يعني تمانية واربعة من عشرة مرورا بالكورونا والحرب ولما ما كانش في حاجة كان عشرة وثلاثة من عشرة من 2013 ل2015 هو كان في على الأقل كان في الحرب على الإرهاب في مصر كان في حالة عدم استقرار كنا يا دوب لسا مخلصين على الإخوان يا دوب لسا الرئيس المنتخب يا دوب كانت بيين دستور يا دوب بنشكل مجلس نواب يعني البلد كانت بتتبني طيب الكلام ده بتقوله كل المؤسسات وهسمعك كل مؤسسة قالت إيه طيب صافي الاحتياط الدولي لدى الاحتياط الدولي هنا اللي انت بتسميه الاحتياطيات من العملة الصعبة ناس بتسميه الاحتياط الدولاري بس فيش حاجة اسمها احتياطي دولاري هو احتياطي من سلة عملات والمعدن النفيسة بتساوي كام طيب 13-15 كان 16.3 مليار تاني من سنة 13 لسنة 15 كان اللي حلتنا في الاحتياطي 16.3 مليار طيب زاد الاحتياطي بسبب برنامج اقتصادي ناجح جدا ناجح يعني حصل ايه؟ يعني عايز تقولي الاحتياطي الدبلر لا مش هقولك الاحتياطي الدبلر يبقى كذاب هو اكتر من الدبل ما هو لو الدبلر يبقى 32.6 من عشرة بس لما يوصل سنة 19 لـ 41.7 من عشرة يبقى ايه؟ طيب حصل بقى من بعد 19 حصل لنا ايه؟ حصل لنا كلنا على هذا الكوكب ايه؟ ازمة اقتصادية كبرى بسبب الكورونا طيب خرجنا من ازمة الكورونا يا دوب الكورونا تنحسر ايه اللي جرى؟ اضرب حرب صح؟ ولا احنا بنخترع الحروب دي مثلا ده في الكون الموازي لا يا حبيبي من 20-20 لـ 20-22 هذا الاحتياطي انخفض بس انخفض قد ايه؟ من 41.7 من عشرة بقى 38.9 من عشرة قول 39 يعني عمليا انخفض 2 مليار و 8 من عشرة بالملي من 19 لـ 22 في 3 سنين كورونا و حرب واقتصاد عالمي يا ان مش عارف انتوا تابعتوا في النشر مع زميلاتي انه توقعات الاقتصاد الالماني انه النتج القومي الالماني هينزل نصف المية هينزل مش هيستقر مش هيزيد ودمين الاقتصاد الالماني ربع اقوى اقتصاد على مستوى العالم الاقتصاد رقم واحد في اوروبا بالكامل مش في الاتحاد الاوروبي في اوروبا بالكامل هينخفض دي نواتج الحرب دي نواتج الحرب عايز نواتج الحرب ما تأثرش عليك بأمرت لإيه لكن برضو هرجعك على رأي المؤسسات الدولية إنه في ظل الكورونا والحروب مصر أسرع معدل اقتصاد سوء ناشئ إزاي كلامنا؟ يا عم انت هتسمع وانا هقولك من عندي طيب تعال كده نشوف متوسطات بتاعة نسبة عجز الموازنة كنسبة عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي قبل وأثناء تنفيذ المرحلة الأولى بتاعة البرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي هو بدأ سنة 16 خدوا بالكو أنا مش لبس الندارة بص يا سيدي في الفترة بتاعة زمان اللي هي 13 و14 و15 و16 عجز الموازنة كان 95 و1 من 10 في المية ده احنا حتى ما كناش بنحبي على في انت العيل كده لما يبدأ يا ام حبتين ويعاوز يخرج من اللفة ويحبي عجز الموازنة كان 95 و1 من 10 في المية ما بنحبيش يعني عيل يدوب ياخد له حبوتين ورحنا يلعوش طيب بدأنا نشتغل نزلنا الـ 85 و1 من 10 انت متخيل؟ طيب حصلت الحرب وحصلت الكورونا فاطلعنا تاني الـ 85 و18 يعني في الفترة بتاعة كورونا وحرب كل اللي زدناه 0.7 في العجز لأننا احنا نزلين اصلا من 95 يعني انت نازل 10% من سنة 16 لحد دلوقتي 10% زيادة والمستهدف انك هتنزل تاني طيب ده كده متوسط الدين متوسط نسبة العجز احنا كنا انا اسف نقول لكم ده كل ده نسبة الدين طيب من 95 و1 من 10 وصلنا الـ 85 10% غبوطة طب ازاي؟ طب وبالمناسبة هو نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي في أمريكا أعلى من النسبة اللي في مصر بكتير يعني انت حسن من أمريكا؟ لا طبعا لا حجم اقتصادي مش قد اقتصاد أمريكا خالص لكن نسبة الدين للناتج بتاعي قد ايه؟ كانت 95 بقت 85 يعني النسبة بتقل طب يعني ايه الناتج القادم؟ يعني كل اللي احنا بنعمله في مصر كلنا اي ايد عاملة موجودة احنا ننتج شيء ما حلو كده؟ طيب يبقى سبب الناتج المحلي الإجمالي نسبة الديون اللي افترض انت رب أسرة بتدخل في الشهر 5000 جنيه حلو كده؟ طيب خليها 1000 جنيه لكن انت عليك ديون حجمها 950 جنيه مفهومة؟ ده اللي كان حاصل زمان دلوقتي الديون بتاعتك بقت 850 جنيه يعني قلت طيب هل ده معناه ان القيمة الفلوس زادت؟ لا قلت لا المسألة مش كده المسألة هي انه حجم اقتصادي أصلا أصبح أكبر أصبح أكثر التساعا عارف معناها ايه؟ حجم اقتصادي كبر؟ يعني فرص العمل بقت أكتر الإيد العاملة اللي بتشتغل بقت عددها بيزداد وبالتالي حجم الانتاج اللي أنا بنتجه حجم القيمة بتاعت انتاجي عمالة بتزيد طيب تعال نشوف اللي بعده قيمة الاستثمارات المنفذة قبل تعاوني مع السندوق سنة 16 وأثناء تعاوني مع السندوق وبعد تعاوني مع السندوق قبل حجم الاستثمارات كنت قد ايه بقى بالمليار 146.18 مليار ده كل الاستثمارات كل اللي عندي طيب وأثناء التعاون بتاعي في النص بقى اللي هي الفترة من 19 ل20 520.13 مليار الله ده بالجنيب المناسب طيب من 21 ل22 وأنا معدي بكورونا ومعدي بحرب هتيجي تقولي أكيد أكيد سبتنا عن ال520 وفي واحد تاني هيبقى أكتر تشاؤما هيقولي أكيد حجم الاستثمارات قل عن ال520 مليار أقولك طب لو زاد ونبقى شطار ما هو استثمار زاد أكيد شاطر طب استثمار زاد في ظل أزمات اقتصادية حصلة في العالم زي الكورونا والحرب يبقى نشاطر جدا بقت 741.17 طيب تعالي بقى أخذك على بعد إذنك المؤسسات الدولية بتقول إيه بقى كلام اللي أنا بقوله لك ده ده كلام اللي قيموه مؤسسات دولية نفس التقييم هو هو مقيمة المؤسسات المحلية اللي عندي هنا في مصر سألو اذا كان مجلس الوزراء البنك المركزي ووزارة المالية كل الجهات المنوطة بتقييم الأداء الاقتصادي المصري على مختلف أوجهه بتقول نفس الكلام بتاع الجماعة الأجانب تعالي نشوف الصندوق نفسه صندوق ما أنا بقولت لك بقى حاجة مهمة أنت تجي تقول لي آه أنا عارف البقء ده ما الصندوق لازم هيقول كده يا حبيبي هو صندوق مش شغال عشان يقسر الصندوق لازم لازم يسترد فلوسه لازم عشان يعرف يمول دول تانية وبرامج تانية ومن هو مثلا لما كان بيشتغل مع الجماعة بتوع كوريا الجنوبية لازم لازم كوريا الجنوبية تنجح بأي شكل عشان خاطر يعرف فاسترد فلوسه عشان يعرف يمول دول تانية فيعرف يمول مثلا تايلاند يعرف يمول اندونيسيا يعرف يمول البرازيل وبالمناسبة برنامج التعاون ما بين الصندوق ما بين البرازيل والصندوق وكوريا الجنوبية برنامج تعاون حلو قوي مما قد إلى أن أنت بتتكلم على عمالقة صناعة واقتصاد في العالم النهاردة تعال يا مولانا كده نشوف آه صندوق النقد الدولي الصندوق نفسه هو بيقول الآتي بيقول يا جماعة السلطات المصرية سنة 16 في برنامج الإصلاح الاقتصادي عملت برنامج طموح جدا وأصبح معدل النمو من أعلى المعدلات المسجلة في المنطقة وعجز الموازنة يسير في اتجاه الهبوط والتضخم في طريقه لبلوغ المستهدف اللي حدده البنك المركزي المصري سنة 19 يعني اللي تحدد في 19 مصر ماشي في اتجاهه أنا رايح على الأهداف بحقق التارجد بتاعي كمان انخفضت البطالة لعشرة في المية تقريبا وده أدنى معدل بطالة حققته أو حصل في مصر من سنة 2011 وبيقولوا وتام التوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية بص مثلا أنكتاد بتقول شرعة مصر في تنفيذ برنامج وطني جريء للإصلاح الاقتصادي أواخر سنة 16 ونجح في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الكل ووضعت مصر التنمية البشرية نصب أعينها وفي بقرة الاهتمام وطورت الفلسفة الحاكمة لنظم الحماية الاجتماعية تواخدين بالكم أنه اليونيتد نيشنز أو يعني الأمم المتحدة الأنكتاد وصندوق نقض الدولي بيقولوا نفس الكلام على موضوع الحماية الاجتماعية ده مصر بتنظم برنامج الحماية الاجتماعية وأولة اهتمام كبير خد بالك بس من البقء ده عشان ده البقء اللي داير بقاله يومين عكسه اهتمام كبير للحفاظ على أصولها الحيوية وإصلاح منظومة الطاقة تخيل إحنا وصلنا في مصر بقى لموقع عن متكة الإصلاح إحنا بقنا بنصدر طاقة طيب البنك الدولي بيقول إيه بيقول الإصلاحات الاقتصادية في مصر سهمت في استقرار الاقتصاد في السنوات الأخيرة وسمحت للبلاد بدخول أزمة فيروس الكورونا اللي هو المستجد يعني بمستوى وافر نسبيا من الاحتياطات الأجنبية حلو؟ وبيكمل بيقول نحن نشيد باستقرار التعاملات الخارجية لمصر بدرجة عالية نتيجة وصول الاحتياط الأجنبي إلى في مرحلة من المرحل وصل للمبلغ ده اسمع الرقم 44.97 من 100 مليار دولار يعني حوالي 45 مليار بما يغطي احتياجات مصر من الواردات السلعية لنحو 8 أشهر وزارة الخزانة الأمريكية بتقول إيه وزارة الخزانة الأمريكية دي بالمناسبة حاجة مهمة في الدنيا وهبقى أشرح لكم مرة تانية ليه؟ بيقولوا الآن دي تواصل الحكومة المصرية إحراز تقدم في الإصلاح الاقتصادي حيث تحسن مناخ الاستثمار في مصر بفضل إصلاحات الاقتصاد الكلي اقتصاد الكلي غير اقتصاد الجزء اقتصاد الكلي يعني الاقتصاد العام بتاع الدولة اقتصاد الدولة على بعضها مجتملة مجتمعة غير مجتزأة أو مجزأة واللي تم إنجازها كجزء من برنامج الإصلاح بتاع صندوق النقد الدولي لمدة 3 سنوات وكانت قيمت وقتها من 16 ل19 12 مليار دولار بتكمل وزارة الخزانة الأمريكية وبتقول الآتي مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموا قبل تفشي جائحة كوفيد 19 مصر كانت الاقتصاد الوحيد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي سجل نموا اقتصاديا إيجابيا سنة 2020 على الرغم من الجائحة احنا الوحيدين في الشرق الأوسط وبه ما به وفيه من فيه اقتصادات صديقة شقيقة حبيبة عظيمة وأيما على وارداء على صدرات بترولية ما شاء الله اللهم زيد اللهم بارك ضخمة إلا إنه مصر كانت محقق أنه هو أعلى من الكل طيب هحكي لك الحدوثة في السريع كده بتوع إيكانوميست وفتش وموديز وستاندرد أمبورز كل ده كلام الأجانب جبت لك كلام مصر لسه الإيكانوميست قالت الآتي الإصلاحات الهيكلية اللي تم تنفذها مكنت الاقتصاد المصري من تسجيل فوائض أولية فوائض أولية إلى جانب جذب ثقة المستثمرين وخفض تكلفة الاقتراض وبتأكد الإيكانوميست أن مصر لم تعاني من انكماش اقتصادي طيلة جائحة كورونا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية المنفذة يعني عمليا من يصيغ الإصلاح الاقتصادي المصري بدلا من أن يذهب لانكماش والانكماش يساوي تقليص فرص العمل والانكماش يساوي زيادة في معدلات البطالة كورونا بقى من العالم كله حصل له كده انت لأ انت مخدتش أي سيسن كماشي بل بالعكس وسعت اقتصادك أكتر فحققت أعلى معدل نمو في الشرق الأوسط بالكامل ده إيه الحلوة دي طيب فتش بتقول الإصلاحات الهيكلية من شأنها إطلاق العنان لإمكانات اقتصادية هائلة وغيري مستغلة هنا بقى حط بما بينقصين كده فاكرين طبعا الرمل السوداء صح؟ تسعين سنة في البطاطا بتاخدها بتصدرها بالطن زي ما هي أدحكك أكتر؟ أدحكك ياريتك كنت بتصدرها بالطن زي ما هي لا لأ انت كنت بتصدرها لدول تاخدها تغربل وتنظف وتفلطر وتنقي وتعيد لك التصدير تاني فأنت مثلا تصدر بجنيه وتستورد بعشرة رملتك هي هي بس هو غسلها مثلا رح تخذيته الجنالة وغبط الماء طيب إمكانات اقتصادية غير مستغلة طيب موديس بيقوله إيه؟ بيقوله أن التنفيذ الفعال إصلاحات بيئة الأعمال هيدعم من إمكانات نمو الاقتصاد المصري وتحسين قدرته التنافسية مش خلق قدرة تنافسية تحسين القدرة يعني أنت عندك قدرات تنافسية طيب الإصلاح اللي هيكلة اللي بيحصل ده هيعمل إيه؟ هيحسن من معدل قدرتك التنافسية أكتر ستاندد أمبورز بيقوله مصر تشهد معدلات نمو قوية على المدى المتوسط ومدعومة بالتنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية قل لي نفسك في إيه من أسئلة وإنا أرد لك عليه حالا بالا نفسك في إيه؟ طيب هيجي واحد يقول لك مثلا خلي بالك الدعم اللي بيوجه للأسر اللي هي أكثر احتياجا أو الفقراء في مصر هيقل جدا وأصل الصندوق ده لما بيخو يا جماعة هي مش أول مرة نتعاون مع الصندوق بالمناسبة ده تالت تعاون لنا طيب أزيدك من الشعر بيت؟ لأ هو النسبة زادت متوسط 6% كل سنة فيش حاجة قلت ولا سبتت يعني لا سبتت ولا نزلت لتاحت ده زادت 6% كل سنة أمه لإيه الحكاية؟ بالنسبة تتكلم كده عن الصندوق وعن الدول التي تتعامل مع الصندوق بص يا حبيبي أي بلد اتعاملت مع الصندوق وما مشيتش بنجاح مشكلتها مشكلتها تاني حضرتك هتاخد بعضك هتروح على البنك وتقول له يا بنك أنا عايز قرد هيقول لك قوي قوي هاتلي مفردات المرتب ما ده عمليا دي قوائمك الاقتصادية هاتلي مفردات المرتب بتاعتك بقى انت كفرد ده بقى الاقتصاد الجزئي هتاخد بعضك هتروح تقدم مفردات المرتب وهنشوف العقد بتاع الشغل بتاعك آه تمام انت اميد فل و14 بعد كده بنروح نعمل ايه بقى؟ آه بنكشف على الاي سكور بتاعك هشوفك والله انت راجل واخد قرود قبل كده ولا مش واخد والقرود اللي انت خدتها قبل كده هترى انت بتنفز ولا ما بتنفزش بتسدد في المواعيد بتتأخر بتطبق علي الغرمات بتشاغب بتتملص بتزوغ طب انا كبنك راجعت كل ده لقيت انه انت راجل تاريخك حلو جدا مع البنوك التانية القرود اللي انت خدتها سددتها كويس سددت في المواعيد انت راجل عشرة على عشرة وبعدين ابص المفردات المرتب آه جميل رائع حلو جدا وبعدين نبعت للبنك المركز يا جماعة هو الراجل ده في التمام ولا عليه حاجة لا الراجل ده في التمام اجي قولك طب ما تجيب لي مثلا ده بقى لو انا البنك عاوز يغلس قوي قولك ما تجيب لي كشف حسابك كده ستة شهر اللي فاته اجي بص اشوف اه ده كشف حسابه حلو والله لا الراجل ده تمام خد القرد حضرتك استلمت القرد في ايديك اصبح القرار قرارك خدت القرد وروحت واخد بعضك ونازل واخد العيال كل يوم تغديهم وتعشيهم برا وتعالى نجيب بدلة الحمادة ونجيب فستان ميادة ونعمل مش عارف ايه خلصة الفلوس ما انت بعملتش حاجة بالفلوس انت صرفتها كلها على استهلاكات ومناظر خايبة اخوك بقى عمل ايه هل ده معناه كده ان البنك اللي وحش البنك ملوش دعم وانت قلتاني انا عايز القرد قلتلك اتفضل اخوك زيك بالزبط زميلك في المكتب بس خد القرد وراح قالك اناعمل مشروع صغير على الماشي اهو يزود الدخل فتيجي مراته تقوله ايه بس اصل الوات كان عاوز لبس جديد والبنت كنا عاوزين نجيب لها حلق واصلا كان نفسي مش عارف الكردان اللي في رقابتك يا صحر كل الكلام الحلو ده فروحت انت رادت ببتسمة لطيفة اسبوري كله جاي وروحت عامل حاجة بسيئة مثلا لو انت هالينا في الريف رحت شاري حاجة لطيفة زريفة الجديدة دي اللي هي رؤوس المواشي الجديدة انا حفظت الاسم خلاص هولشتاين جبت البقر الهولشتاين الجميلة وبدأت تتأكلها مزبوط وتعمل لها الرعاية البيطرية المزبوطة وحضرتك بتحلب كل يوم بيجي لك 27 كيلو لبن قول 25 طب 20 كيلو لبن بتبيع كيلو لبن مثلا على 11 ولا 12 ميت فل و14 بقى دخلك فلوس الفلوس دي عملت بيها ايه جزء بتسدد القرد فما وعيده طب هو الجزء التاني اقول اه جزء التاني ده انا هقسمه حتتين بقى حتة منهم خد يا مدام هاتي اللي انت عايزانتي والولاد على قد الفلوس دي والشهر الجاي نبقى نكمل ليه انا عندي قصد بتاع القرد طيب ما هو لسه فضل فلوس لا ما احنا لازم برضو نزود رأس المال بتاعنا عشان بعد كده لما نيجي ناخد قرد ناخده اقل او ممكن ما ناخدش خالص اصلا انا بفكر قدام شوية كده سنتين ولا حاجة ولا تلت سنين اشتري راس تانية عدى خمس سنين مدة القرد اللي انت واخده من البنك ايه اللي حصل انت حضرتك بتدفع القرد وبانت زعم وبتخصم من مرتب وميد فل واربعتاشر بس حياتك ما تغيرتش انت بتاخد القرود تضيعها بتشتري حاجات ومبسوط انت كده مبسوط بس حياتك ما تغيرتش زميلك اللي في المكتب جاب كل اللي العيال عايزينه وزود رأس المال وبقى عنده بدل بقر الهولشتاين بقى عنده اتنين وتلاتة وميد فل وراح اشترى عربية ودلوقتي بيشوفها يعمل ايه في الجامعة بتاعت الواد عشان عاوز يدخله الجامعة الاهلية حياته حاجة تانية خالص حاجة تانية خالص تعدي انت منبرة ايه ده وجام الفلوس دي من ايه اشتغل في الدول نفس القصة يا دولة بتاخد الحاجات عشان نجيب زيت وسكر يا دولة بتاخد الحاجات عشان تستسمرها انت تختار تبقى انهي دولة المفروض ناخد الفلوس عشان الناس تستسمر صح؟ طيب وده اللي عملته مصر أمالهية من سنة 16 كانت بتعمل ايه؟ هو فيه يوم عدة عليك من غير ما تسمع على مشروع جديد يا راجل انت جوة عيلتك عمرتك حتتك شارعك حارتك قريتك نجعك عندك واحد ما بيشتغلش في مشروع من المشروعات اللي بنتكلم فيها بزمتك وحق لا إله إلا الله يا شيخ يعني ما مش كده أقمرني يا يونس شوها ده تقول الدكتور يونس النديل يجيو أقول له أقمرني يا يونس لأ أنا سريع قوي في الحاجات دي إيه اللي أنا عايز أقوله لك فتح ودانك للمنطق ما تفتحش ودانك للكلام الفاضي ولا للكلام الفارغ على الإطلاق طيب مثلا هو مش فيه ناس بالفعل بتعمل زي صديقنا اللي خد القرد واشتغل به آه فيه كتير تعالى فرجك على تقرير لطيف هو جزء ولو صغير قصير بسيط بس بالنسبة لصحابه مهمة قوي وبالنسبة لنا بصراحة مهمة قوي 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 الناس اللي بتشتغل دي وبتزود دخلها وبتعرف تجيب القرش بالحلال ناس عظمة ترجمة نانسي قنقر